اشتركوا في القناة وكتب حتة تحت يعني فيونتها الغرابة بيقول فيها يعني حاجة ربنا يكفينا مش شر مش عارف ايه وبعدين تتعنخى امون امكية وهي عبرانية وقالوا ان تتعنخى امون عبراني وزميلي في المصر اليوم طيب الوقت انت قلت هذا الكلام بناء على ايه ولد مش طبيعي عمل مشاكل كتير جدا في الاصار طيب عايزين نفهم الناس يعني ايه عبراني له عبراني يعني اهو دي معناها كتب فهو يعني تم الاشارة لده اه فيه طبعا واحد كتب كتب عايش في لندن بقالب يشتن فيها ورده كل يوم كتب كتب ان 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 هو اخناتون عبراني وتحقده ستالد كل ملوك الاسرة الثامنة عشر حتتتعنخى امون المسيح كتب بكتباله المهم ده من النجدة فأنا بقول إيه أنت فيه واحد في الأثار مجنون مش طبيعي فيه عقد الناشة جيوغرافيك لما ديونا سيت سكان بتمانية مليون دولار هو في سيمونز كامبني وخدناها وقلنا لهم تعملوا فيلم مقصد ده فعملوا فيلم عن توت عنك خامه طيب اقرأ العقد كويس الودي اللي قادي تكلم في التلفزيون قال أنا هقدم بلغ في النائب العام ضد الدكتور الدماطي وزيح حواس ما طبعا له أقدم ولا العقد فيه كلام من ده إطلاقا والعقد عندنا ونمرت لين الفيلم الموجود شوف الفيلم نمرت الحاجة التانية بقى أن المشروع ده مشروع مصري ما فيش فيه أجنابي فيه يحيى جاد أستاذ الدكتور يحيى جاد المركز قومي البحوث الدكتورة سمية القاصر العين طبعا إحنا عايزين نرد عليهم هترد على مين هترد على مين أنا برد على عند كتب كتب العالم كله بقراها ما أنت هترد على واحد مصري بيقول هذا الكلام وبيتهمني أنا اللي هو أبا دافع عن أثار مصري بروحي وحياتي وأن أنا بكتلقى أسمح لواحد أجنابي يدخل معنا عشان ما يعملش العاملة دي لأن ممكن أنت صح تجيب واحد أجنابي يعمل دي إنه على تويت عنخ أمونيولة دا عبراني حللي بقى لما تكذبه صح لكن تعال بقى المجموعة المصرية دي نشرت العديد من المقالات باللغة الإنجليزية كتاب ضخم جدا اسمه اللي عملناه على أعلى مستوى شوفوا اقرأ كيا طبقا لما قالوا كل علماء الأثار لم تكن عبرانية كانت متانية وكانت مش أم تتعانخ أمون إطلاقا إحنا اكتشفنا أن أم تتعانخ أمون هي الملكة في المقبرة 35 وكانت بدينا ابنة الملكة من حتب الثالث والملكة فأنا عايز أقول يعني ما صحش أبدا أن أنت تهاجم يعني أنا عندي مقالات علمية أكثر من 200 مقالة علمية وعندي 50 كتاب شو اقرأ الكلام ده اقرأهم اقرأ المقالات اللي احنا اللي كتبها علماء المصريين اللي بيقول فيها أنه لا يمكن ولم يحدث أنه بنا أدم يقدر يقول أنه هناك ملك مصري عبراني ده خيانة عظمة أنا معامة أنت تعتبر ده خيانة طبعا خيانة عظمة لأن أنت معنكش دليل إيه دليلك إيه دليلك ده إن إيه أثبت كلهم مصريين لا يوجد أي دليل اللي في أي حد عبراني إطلاقا وهذا الكلام أنا يعني بكتو حاجة أرد عليه يعني 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 طبعا طب ده لما تعمل اللي هو الفرنسيك تيكنيكس حابوا يتصوروا شكله إيه فده تصور عمله واحد فرنسيوي وفيه ابن الدكتور جلال السعيد الأستاذ الجراح المشهور عمل تصور لشكله لكن طبعا دي أشكال ليس له صلة بالواقع إطلاق لكلها تخيولات لا تمتد لأي قواعد علمية أو لا إطلاق إطلاق لكن إما تبص للحقائق العلمية لم يحدث في أي مقالة علمية ولا في أي فيلم من الأفلام اللي عملناها إحنا عملنا عن حد شبسوت وعملنا عن الرمزيس الثالث وعملنا عن توت عن خامون وعلي توت عن خامون كل الأفلام اللي موجودة على اليوتيوب تهتها وشوفها إن ما دي اطلع ولد في التلفزيون يقول لك ده ده زي حوص وممضوح الضماطي عمل عقدة مع الناس سوزيجرافك عشان يقول فرعنا يبرانين تب بالزمة وقدم بلاغ لنائب العام هل ممكن حد يصدق هذا فأنت بتنصح بعدم الرد أصلا طبعا طيب